اهلا بيكو في حاجة ديه من الومنيفيرس وتشير كلنا عارفين مسلسل لجنز اوف تمورو اللي هو اللي بنتمي لعالم الارو فيروس اللي بيتعرض على قناة سي دابليو النهاردة في الحلق دي ان شاء الله احنا نتكلم على الابطال اللي موجودين في المسلسل ده وناخد فكرة عنهم عن قدراتهم في الكوميكس المسلسل ده هو المادة الهزار او الدحك اللي موجودة في عالم الارو فيروس في ناس كتير قوي بتصنفو ان هو مسلسل كوميدي هو بالنسبالي كان احسن مسلسل في عالم الارو فيروس قبل ما ينزل مسلسل سوبرمان اند لويس وعلى الرغم ان هو ضحك بس هو فيه ابطال كتير جدا المسلسل اللي لسه متجدد له سيزون سيفن اللي هو مفوض ان شاء الله حينزل في شهر اكتوبر اللي جاي احنا دلوقتي هنتكلم على الابطال اللي موجودين في المسلسل وناخد فكرة عنهم بالنسبة الاعضاء الفريق الاصلي انت كان عندك ريب هانتر سارا لانس اللي هي وايت كناري ميك روري اللي هو هيت ويف ليونارد سنارد كابتن كولد كيندرا ساندروس اللي هي هوك جيرل وكارتر هول اللي هو هوك مان ري بالمر زائتهم وعندك اتنين كمان اللي هو جيفرسون جاكسون وكمان بروفيسور مارتن ستاين اللي هو اللي بيكونوا فاير ستورم بالنسبة الفاير ستورم كان في حلقة اتكلمنا فيها عنه بالتفصيل وانت ما كنتش شفتها حيزة رابط بتاعها على الشاشة بروفيسور مارتن ستاين احنا عارفينه بالنسبة لجيفرسون هو شخصية مختلفة تماما عن الكوميكس يعني هو في الكوميكس مكانش ابدا فاير ستورم كمان حضوره كان قليل جدا ويكاد لا يسكر بقى احنا ممكن نروح ليه سارا لانس اللي هي ويت كاناري دي مش موجودة في الكوميكس دي شخصية تم اختراحها مخصوصة عشان خاطر عالم الأروفيرس اللي موجود في الكوميكس هي اختها اللي هي بلاك كاناري اللي هي دينا لانس هي دلوقتي التيم نيدر بتاع الفريق ده بقى احنا ممكن نروح ليه ريب هانتر ريب هانتر ده مخترع عمل حاجة كاسمها تايم سفير بتخليه سفر عبر الزمن سمى نفسه تايم ماستر عمل مغامرات كتير قوي في الماضي والمستقبل الكوميكس بتاعته حلوة وبعد كها بيسيب الفريق بعد ما بيكون اسسه عشان يروح ياسس التايم بيرو بقى ممكن نتكلم على كندرا ساندرس وكارتر هولي اللي اتنين دول عندهم اتنين من اعقد الوريجن ستوريز اللي موجودة في الكوميكس كل شوية الوريجن ستوري بتاعتهم بتضغير اتقالي الاول ان هما مصريين وفراعنة وبعدين اتقالي ان هما كائنات فضائية بس اخر قصة اتقالت في الريبرس ان هما كانوا فراعنة هو المفهود ده كان الامير خوفه وهي دي حبيبته اللي اسمها شيارة مره جت سفينة فضائية من كوكب صانجر جت وقعت وهي بتتكوم من معدن اسمه نيس متل تعرضهم للمعدن ده تعرضوا لحاجة اسمها الريانكورنيشن ان هو يتعمل لهم اعادة بعث كل شوية بعد ما يموتوا يتعمل لهم اعادة بعث في جسم جديد يعيشوا كذا حياة الموضوع ده بقلو الاف السنين من ضمن الحيوات اللي هما عاشوها مره عاشوا على كوكب كريبتون ومره عاشوا على كوكب صانجر واخدوا هويات ناس كتير اوي مشهورة في التاريخ الانساني اخر تكسيد ليهم كان كندرا ساندرس وكارتر هول بي كان ممكن نروح لي راي بولمر اللي هو آتوم ده واحد من اكتر الناس عبقرية في عالم ديسي كوميكس في ناس كتير اوي بتصنفوا ان هو من اسكى عشرة ده مخترق عامل بدلة كده مخليها ميكس ما بين ايرومان وانتمان بس بالنسبة لديسي كوميكس الراجل ده بيلاقي احترام كبير جدا من مجتمع السوبر هيروز نتيجة لزكاء وهو عضو من اعضاء فرقة الجسس دي معي كان ممكن نتكلم على كابتن كولد اللي هو لينارد اسنارت ده واحد من اعداء فلاش هو مؤسس فرقة سمار روغز هو التيمليدر بتاعها معام سادس بيخليه يوصل لدرجة السفر المطلق بيجمد الحاجات من حواليه هو حرامي متميز وستراتيجي بارع بعدكه ممكن نتكلم على هيت ويف اللي هو ميك روري ده برضو من اعداء فلاش ومن اعضاء فرقة روغز ومعام سادس بيخليه يعمل حرايق وفي ايده الشمال فيه انبوبة بتخليه طف الحرايق دي وبرضو ممكن نقول عنه ان هو على طول ماشي مع كابتن كولد دول اعضاء الفريق الاصل الجدير بالذكر ان هما كلهم دلوقتي مش موجودين في المسلسل فاضل بس اتنين اللي هو كابتن سارا لانس اللي يبقى دلوقتي الكابتن بتاع الفريق بعد ما ريب همتر ساب الفريق وراح يكون تايم بيرو وميك روري اللي هو هيت ويف الباقي فيه اتنين منهم ماتوا اللي هو كابتن كولد وبروفيسور مارتن ستاين والباقي راح يعمل احلة بحث واستكشاف عن ذاته بعد كاب ينضم اتنين جداد في سيزون طول المسلسل اللي هو نيت هيود اللي هو الشهير بستيل وامايا الشهيرة في فيكسن امايا مش موجودة في الكوميكس بس فيكسن منوجودة واللي بيحمل العباء بتاعت فيكسن واحدة اسمها ماري جابلك في المسلسل ان امايا تبقى جدة ماري امايا عضو من اعضاء فرق تي جي اسي اي في المسلسل عشان كانت عايشة في فترة الاربعينات بيجابلك ان ماري في الكوميكس بقى اللي هي فيكسن الحقيقية دي معاها توطن بيخليها تسخر امكانيات المملكة الحيوانية دلوقتي ولا امايا ولا ماري موجودين في المسلسل ممكن نتكلم دلوقتي على نيت هيود اللي هو ستيل اللي ده في الكوميكس واحد راضي جدا اللعب كورت قدم بيحصل له حادثة رجله بتتقطع بعد كده هو في يوم بيعمل حفلة مع عائلته بيهاجمهم بعض النازيين الميتا هيومانز عشان عائلة بتاعتهم دي عائلة ابطال في ناس منهم بيموتوا وهو وبعض الناس بينجوا بس هو بيكتسب قدرات بيستردي تاني رجله وبيبقى جسمه مغطي بطبقة من الفوليز هو بيبقى عنده قوة بدنية كبيرة جدا وكمان منيع ضد الإحساس بالقلم يعني مرة جاب لك ان باور جيرل ضربته بأقصى قوتها وهو محسش بأي حاجة ونيتلغاية دلوقتي لسه مستمر في المسلسل بعد كه في سيزون سريب ينضم تلاتة جديد اللي هما زاري ترازي وإيفا شارب وكيت فلاش اللي هو ولي وست 2 بالنسبة لزاري وإيفا شارب دول مش موجودين في الكوميكس بس الوقت دلوقتي لسه مستمرين بالنسبة لكيت فلاش ده ولي وست 2 عايزين نفرق بينه ما بين وولي وست الأولاني اللي هو كيت فلاش رقم واحد وولي وست 2 ده اسمه كيت فلاش رقم 4 كيت فلاش رقم واحد ده ده بعكاب بيكبر بيبقى فلاش المهم هو سبيستر برضو وعنده قدرات بس بعكاب يسيب الفريق علشان يعمل برضو رحلة استكشاف ذاته وان هو بيحاول يحقق طريق البطولة يعني مع نفسه بعد كما ممكن نتكلم من في سيزون 4 انضم خمسة بدايات الخمسة دول كانوا جون كونستانتين وأسترالوج وكلوسو بيهرات ترازي ومونة وو بالنسبة لمونة وو بيهرات دول مش موجودين بالنسبة لكلوسو هي حضورها في الكوميكس كان قليل جدا كل اللي احنا عارفين وانها طبع الحضارة الإغراقية هي واخوتها بيقعدوا ينسجوا كده اصرا مشهورة قوي في الكوميكس بتاع جون كونستانتين ان هي واحدة من اول التجارب الفشلة في حياة جون كونستانتين كان بيعمل عملية طاردة ارواح في نيوكاسل وجيشتان اخذ اصرا وشدها للجحيم جون كونستانتين بيتضايق بيخش مستشفى امراض عقلية الموضوع ده بيأثر جدا في نفسيته بالنسبة لجون كونستانتين نفسه طبعا احنا عارفين وكان ليه فيلم وكان ليه مسلسل هو مشاعوز انجليزي من مدينة ليفربول بيتش بسجارة على طول هو نادرا ما يستخدم التعويزات السحرية عكس باقي الصحراء غير لما يتزنق قوي قوي بيعتمد على زكاءه طول الوقت وهو من اسكى الناس في عالم ديسي كوميكس وجاب لك مرة انه هو ضحك على البريسنس ذات نفسه وعلى فرست اوف زا فولين جون كونستانتين وبهراد وأسترالوج الآن موجودين في المسلسل في موسم السادس ومونا وكلوسو مبيوش موجودين في سيزون سيكس اتقدمت شخصية جديدة اللي هي برانزا سبونر ودي برضو مش موجودة في الكوميكس بس كادي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على كل الابطال بتوع مسلسل ليجنز وفتمورو في الست مواسم لا عايز جديد الوقت تقولي في الكومينز انت بتتفرج على المسلسل ده أصلا ولا لا ايه أكتر شخصية انت بتحبها الحلقة الجاي حنتكلم عن حاجة جديدة لغاية الحلقة الجاي متنساش تعمل لايك وشير لو انت مشام سبسكرايب يعمل ما تنساش تضرب الجرس